السلام عليكم و مرحبا بكم مع الفيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نقوم بتاكوز الدار اقتصادي و الديد و اشياء حاجة ديال الدار يعني اللي كتعارف و كنو باش نصائبه نبدأ ان شاء الله في المقادر و طريقة تحضير بنسبة الهاتف قطعات ديال الجاج تقدروا تعودوهم بالكفتة و للادان اللي بغيتوا مهم سوف ندفع لهم دان نضيف سكنجبير شوية ديال الملحة شوية ديال البزار شوية ديال الخرقوم و اخيرا غد نضيف شوية ديال الحمارة غد نزيل لهم شوية ديال ربع و شوية ديال التومة و غد نخلطهم زيان مع بعض ديالهم حتى اه يشربوا هاداك التوابل كاملين و غادي ندخلهم تلاجة الماكسيموم من الساعة يعني باش يتاحوا يشربوا هادو التوابل ديالهم حتى الساعة يعني اه الوقت ندل القليلة هي بيضا غد نزيد عليها اه فرماجة ها غد ندفع لها اه شوية ديال ملحة شوية ديال البزار و غادي نخلطهم اه بميكسر بشوية بشوية و اعنا كنضيف الزيت تقدروا اددوا ازيت العادية او الا زيت البلدية اللي بغيتوا نضيف محلقة صغيرة للخل نضيف محلقة صغيرة 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 سوف نحتفظ بهذا الكمية في الثلاجة لا يخسر فيه الخلل و الملحة يبقى 1 مدة و 1 شوية طول سوف ندفع له المطارد و سوف ندفع له الكاتشوب ندفع مطارد كيف يجب أن يترك أكثر يجب أن يكون مالحة سوف ندفع نЕТ نضيفه صغيرة سوف نضيفه قليلاً كيف ترغبه كامل القليل نتمنى انكم تجربوها سوف تعجبكم يجب أن تأخذها جهازة كما تصيبها فطار من الأحسن هنا أخرج جاجي من التلاجة يمكن أن ترى المقلاء بشكل طيب سوف نأخذ الخبز سوف نضع الخبزة كاملة سوف نضع الخبزة كاملة سوف نضيف جناشف ثم نضع الخبزة كاملة سوف نضيفه جميعا لا يوجد أن تفقده ثم نضيفه ثم نضيفه الفريط ثم نضيفه الكاشير ثم نضيفه الزائف ثم نضيفه ثم نضيفه سوف تدد سوده فالطريقة السالة ولا يخرج على الجنبات ثم نضيف الخبزة ومن بعد سوف نرجع سوص بيقي أو سوص أرجيريان أو اللي كاتفضلو كينا سوص عندالوس هي كتكون زوينة مهم اللي كاتفضلو انتوما في العصوص غاتي تديروه مشيب التاروري غاتي تديرو هذي مهم الاحسن انكم تصيبوها في التار كتكون حسن كيفما كتشوفو اسهل صاندويش سهل تصيبوه في خمسة دقائق قريبا دغير دغير وكيشبع يعني كنتما كتشوفو يلا كليشو غير غير واحد غتيشبعكم ما غتيش تزيدو عليش حاجة اخرى كي من افضل هيك لما تقشوش كيف يجديرو تصيبو العشاء والاها دي من افضل انكم يديرو هاد اه تاكوس كيوجد غير غياء ووجبة متكاملة كيفما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديال اه ديال التاكوس ديال النوم اللي كيكون منزلين كتعرفوا شنو كتديرو فيه ماشي بحال ديال اه ديال السناكات ولها ما حال مخصص تاكوس كتعرفو شنو مديرو فيه وكتعرفو اه انه يعني كيكون نقية ديال الدار علاش لله ما طيبوش في الدار ديال ما حسن من منشري وش منزلقاو كيفما كتشوفو وانا را فضلوا بهد اه اه تاكيت هاد الاخيار اه ديال المتشه شويذي المتشه وميين اه 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 اجادي بقاء اختياري اه 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 احساب اول حسب شنو بغيتوم شو مازينو وصاف شافي ودرت اه شويه الكتشوف اه اه مايون از اه 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 لاموطاق وهذا هو الشكل النهائي كانت مننا انكم تجربوا اكيد ما غديش تندموا عليه كي يجي رائع في المضاق كانت مننا الفيديو يكون للاعجابكم وما سلامة الى الفيديو القادم ان شاء الله